نذهب إلى أبي سمير إلى الوائلي الوثيقة 48 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلال وبترية الوائلي ستجي الروايات تقول أن إذا خرج ترى أكو بعض الروايات إحنا ما نصدق بيها ما نعلاق بيها وما ملجمين بأن نبحث عنها تفصيلا أنا على الإجمال أقول لك فكرة الإمام المهدي أخذها على الإجمال من الأحاديث الصحيحة أما التفاصيل قد يصير بيها لون من التفكير اللي قد نسمه بالأسطورة يعني خلي أبرم لك مثل يعني الآن أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم تلك الجنة أعدت للمتقين أنا بالقرآن لما أقرأ القرآن أؤمن أن الله عز وجل يعطي المطيع جنة ويعطي العاصي نار لكن التفاصيل شنو هي ما مستعد أؤمن بكل التفاصيل شنون يعني؟ يعني جيني واحد يقول لي أن المؤمن يعطى بالجنة يوم القيامة أفر القصر هذا القصر مساحته سبعون ألف ميل إلى سبعين ألف باب كل باب عليها سبعين ألف عبد كل عبد بيدها سبعين ألف مسراح كلها سبعات ها؟ ما أنا حديث ما لشهر القيامة؟ ما إجمالا؟ ما مكلف أن أؤمن بي تشلون من الأساطير ما لعلقة لي؟ أنت تلجح تشلوايات بالجنة والنار موجودة تلجح تشلوايات مثلا إذا بعط الله الخلائق يوم القيامة يرسل عليهم لونا من العقارب كل عقرب إلى ذنب كأنها قلته جبل أحد ما يستغلوا عقرب صغيرة كبرية كل إنسان ماكو حاجة قلته جبل أحد زين؟ هاللون من الروايات أنا ما ملجم أؤمن بها ما لعلقة إندي على الإجمال القرآن جلي أكو جنة أؤمن بها على الإجمال أما الفكر الأسطوري الإسرائيليات هاي الإسرائيليات ها؟ هاي كلها روايات إسرائيلية جعبوها اليهود الذين دخلوا إلى الإسلام أدخلوها عن أي روايات هذا يتحدث؟ أنا لا شأن لي بكتب الحديث عند نواصبي سقيفة بني ساعدة إنما أتحدث عن كتبنا التي اجتملت على أحاديث العترة الطاهرة أولا يا أيها الوائلي ويا أيها الوائليون لا يوجد عندنا في الروايات من أن في الجنة عبيدا هذا الكلام من أين جاء به؟ هذا افتراء من عنده هذه هي الإسرائيليات الإسرائيليات هذه هي من عنده ثم هو يشكل على حجم العقارب التي ذكرت في الروايات ويقول هكذا عقرب صغير بإمكانها أن تقتل الإنسان فماكو حاجة إلى عقرب بهذا الحجم الكبير ويقول هل لون من الروايات؟ أنا مو ملزم أؤمن بيها أنا أسأل الوائلي وأسأل الوائليين أقول هل قرأت القرآن يا وائلي؟ ما هو القرآن في الآية الثانية والثلاثين بعد البسملة من سورة المرسلات يتحدث عن جهنم فيقول إنها ترمي بشرر كالقصر ماكو داعي أن تكون الشرارة بحجم القصر تكون شرارة صغيرة ما هو الداعي لهذه الشرارة الكبيرة يبدو أن القرآن أيضاً مشعون بالإسرائيليات في سورة الإنسان في الآية الرابعة إن اعتدنا للكافرين سلاسلاً وأغلالاً وسعيراً ماكو داعي سلاسل أغلال إما أغلال وإما سلاسل الأغلال تكفي أن يربط الإنسان بها إذا كان الهدف أن يربط الإنسان أن يقيد فماكو داعي سلاسل أغلال فهذا كلام إسرائيلي أيضاً في القرآن في سورة الحاقة في الآية الثلاثين بعد البسملة وما بعدها في وصف الذين يعذبون في جهنم خذوه فغلوه غلوه قيدوه بالأغلال ثم الجحيم صلوه أدخلوه في النار ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه أدخلوه في داخل السلسلة ما هو قد غلل بالأغلال مثل ما يقول الوائل ماكو داعي ماكو داعي عقرب كبيرة عقرب صغير بإمكانه أن يقتل الإنسان ما هذه السذاجة وما هذا هل جهل بحقائق القرآن ومنطق القرآن وماذا نقرأ أيضاً إذا ما ذهبنا إلى سورة الحج ومن الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسمة وما بعدها فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم الحميم المياه التي تغلي وتغلي وتغلي فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار هذا يكفي يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلوت ولهم مقامع من حديد وسائل ضرب على رؤوسهم مقامع حديدية كل ما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ماكو داعي لكل هذا ضربة واحدة على الرأس وتقضي على الإنسان مثل ما يقول الوائلي أي منطق هذا وأي ميزان عند هؤلاء هؤلاء لا يفقهون القرآن ولا يفقهون دين العترة الطاهرة إذا ما ذهبنا إلى سورة هود في الآية الأربعين بعد البسملة وما بعدها في قصة طفان نوح حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل لماذا يغرق الله الحيوانات هذا في الدنيا ألم يكن كافيا أن يغرق القوم الضالين فقط وهي تجري بهم في موج كالجبال ما الحاجة إلى موج كالجبال ما هي الحاجة إلى موج كهذا الموج لماذا كل هذا الطوفان ولماذا سفينة ألم يكن بإمكان الله أن يحجز مكانا لهم لنوح وللذين معه وللحيوانات بعيدا عن الماء لماذا كل هذا الماء الذي غط الجبال ابن نوح قال سعاوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقيين لماذا كل هذا بحسب منطق أنوائلي هذا هو منطق الهراء وهذا هو فكر الدين الخراء من الآخر ومن دون مجاملات بهذه الطريقة دمر دين العترة الطاهرة ولا زال يعملون بهذه الطريقة ولذا فإن السيستانية يصر على أن يكون منهج الوائلي هو المنهج المتبع بين خطباء الحوزة الطوسية النجفية يتحدث يتحدث عن إسرائيليات هذا يعني أن القرآن بحسب منطقه الأخرق مشحون بالإسرائيليات نذهب إلى الوثيقة التاسعة والأربعين من الحلقة مئة وأربعة وثلاثين من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلال وبترية الوائلي طيب إمام زماني أنا إذا ما موجود كيف أكلف بمعرفته كيف أكلف بالأخر منه شخص يقول لي واحد زين أنت شديد تأخذ من عنده الآن وين هو الآن مختفي تشفي من عنده الآن إذا كان مختفي هو مو إلا ضروري أن يكون ظاهر المهم أننا رئيسة تكون مطروحة وأن وجوده لطف للمكلفين يعني الآن يضربون العلماء مثل جدا جميل الشمس ما لم يجي شعاعها بالكون الكون ما تبقى به الحياة أضرض أنا فرد غمامة تحول بيني وبين وصول الشمس إلى منطقتي مو معنى هم تفت فائدة الشمس لا فائدة الشمس موجودة الروايات تقول هو بين أظهركم وياكم يعيشوا ياكم يطرح نظريات العلماء يطرح آراء فاشا أقول لي ليش اختفى هذا ما أعرف لأنا الواقع التعليلات كلها ما أبدأ أعتبرها تعليلات ما هضة هراء في هراء يقول الآن يضربون العلماء مثل جدا جميل هذا المثل لم يضربه العلماء أول من ضربه وجاء به رسول الله رسول الله هو الذي حدثنا عن أن انتفاعنا من إمام زماننا كانتفاعنا من الشمس إذا ما جللها السحاب وحال فيما بيننا وبينها السحاب وهذا المثل ذكره إمام زماننا أيضا في توقيع إسحاق ابن يعقوب لكن أول من ذكره هو رسول الله في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله عن إمام زماننا صلوات الله عليه ثم يقول من أن الإمام الحج يطرح نظريته مع نظريات العلماء فهل الإمام الحج عنده نظريات النظريات يحتمل فيها الصواب والخطأ وفي أي مكان طرح الإمام الحج نظريته مع نظريات العلماء هو يشير إلى هذا الإجماع إلى الإجماع الشيطاني يطرح نظريته مع نظريات العلماء يطرح آراء هل سيقول ليش اختفى هذا ما أعرف ثم يقول الواقع التعليلات كلها ما أقدر أعتبرها تعليلات ناهضة لأنك لم تطلع على أحاديث أهل البيت ولست على خبرة بأحاديث العترة الطاهرة في شؤون الثقافة المهدوية فيما يرتبط بأسرار الغيبة وأسرار الظهور وهذا حالك أنت كحال سائر أصحاب العمائم في النجف وكربلاء الذين لا معرفة لهم بإمام زمانهم ولا معرفة لهم بشؤون إمام زمانهم الواقع يشهد بهذا وحتى الذين ألفوا وكتبوا في هذا الموضوع جاءت تعليفاتهم خليطا ما بين الحق والباطل خليطا ما بين الهدى والضلال لأنهم لا يميزون حقائق دين العترة الطاهرة من أضاليل نواصب السقيفتين أتحدث عن سقيفة بني ساعدة وعن سقيفة بني طوسي ألا لعنة الله على هاتين السقيفتين نذهب إلى الوثيقة الخمسي أما ما سيظهر كيف إلى الآن ما ستوقف وكيف كيف أنا معالج المسألة بالكتاب هو يتشيوع معالج معالج كاملة ذلك الإيجابيات هي وسلبيات فتفصيلا يعني ليس صور البعض من عدنا أن نحن نبعد من ننتظر أفواحد اسمه ماهدي يجيح المشاكل الأبسل اللي يعتقد بيش اعتقاد شكيف ما عدنا اعتقاد إخلاقا الإسلام ما يمنعنا فكرة المهدي ما تمنعنا نصوي مصنع ولا تمنعنا نامر بالمعروف أن ننهع المنفى ولا تمنعنا نجاهد دون أوطاننا ولا تمنعنا نقتل دون مضادئنا هذا من مجرد فكرة إيجابيات سأكثر من سلبيات يعني عبارة عن رفع مبدأ أو عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة ليس إلا فالإمام المهدي مجرد فكرة إيجابيات أكثر من سلبيات أين تضعون هذا في ميزان حديث الثقلين هذا الهراء أين تضعونه رجاء أعيد بث الوثيقة أما ما سيظهر كيف إلى الآن ما في توصيل وكيف وأنا معالج المسألة بالكتاب وهو يتشيوع معالجها معالجة تانسا ذاك الإيجابيات ها وسلبيات ها تفصيلا يعني ليس صور البعض من عندنا أننا نبعد من أن ننتظر أفواحد اسمه ما يجيح المشاكل أبدا اللي يعتقد بي في اعتقاد شخيف ما عدنا يعتقد إطلاقا إسلام ما يمنعنا فكرة المهدي ما تمنعنا نصوي مصنع ولا تمنعنا نأمر بالمعروف ننهع المنفى ولا تمنعنا نجاه الدون أوطاننا ولا تمنعنا نقتل دون مضادئنا هذا دا مجرد فكرة إيجابيات أكثر من سلبيات يعني عبارة عن رفع مبدأ أو عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة ليس إلا هذه العقيدة بإمام زماننا هكذا تكون مع سوء الأدب ليتصور البعض من عندنا أن نقعد ننتظر أكو واحد اسمه مهدي يجي حلم مشاكلنا هذا مهدي مجرد فكرة إيجابيات أكثر من سلبيات هكذا يعرض إمام زماننا من قبل المدرسة الطوسية القذرة عبر ناطقها الرسمي العقائد الوائلي ولذا لا نعجب من أن يصف تفسير إمام زماننا بأنه تفسير عجوز مخرفة فيما يرتبط بتفسير كاف ها يا عين صاد أعرضوا لنا الوثيقة 51 قد تلقى لك فالمفشر يجي يقول لك كاف هاي عن صاد الكاف كربلة والهاء هلا في العترة والعين ما أدري شنو ويقوم يسطر لكم الحكي الماد شنو ما هي تفسير وعيدة عن روح القرآن القرآن العطاء الضخم ما يجي بهالمحاولات هذه الماد شنو هالبسيطة يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل عجوز مخرفة كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال على أساس الأخ مفسر يفسر القرآن القرآن هالعطاء الضخم ما يجي بهالمحاولات هذه الماد رشلون على أساس أنه على إلمام بمعارف القرآن لقد تتبعت مجالسه فما فيها إلا المنطق الناصبي القذر ولأجل هذا فإن السيستاني المرجع يصر إصرارا شديدا على تبني مدرسة الوائل وعلى تبني منهج الضلال هذا اجمعوا كل القذارة هذه من قذارة البروجردي والسيستاني إلى محمد باقر السيستاني إلى محمد باقر الصدر إلى سامي البدري إلى مرتضى العسكري إلى الوائلي مع العلم أن البقية لن يكونوا بعيدين عن هذه القذارة هم غاطسون فيها ومثل ما أقول دائما من أن أحدهم يخري في فم الآخر النتيجة هذه بين أيديكم وحاكموها إلى حديث الثقلين الذي سأبين لكم مضمونه بحسب القرآن لا بحسب هذا المنطق الهراء وهذا الدين الخراء إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عن أئمتنا إنني أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الجزء الأول وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران الجزء الأول في الصفحة السابعة والعشرين بعد المائتين الحديث الثاني بسنده بسند الكليني عن إسحاق بن غالب عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في خطبة له يذكر فيها حال الأئمة وصفاتهم أقرأ جانبا منها إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه وأبلج بهم عن سبيل منهاجه وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه وألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته فهو عالم بما يرد عليه من ملتبسات الدجا ومعميات السنن ومشبهات الفتن الخطبة طويلة هذا بعض شأن وبعض شيء وبعض فهم وبعض معرفة من المعرفة التي يريد أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن نكون عليها في عقيدتنا بهم أين هذا المنطق من منطق الهراء ودين الخراء الذي كنت أعرض لكم أمثلة منه نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر